طبعاً أنا أعرف أنه أكتر سؤال سئلته مؤخراً وكيف تجاوزتم ستة الاتفاق وفزتم على النصر لكن أنا سأبدأ من الاتفاق أريد بكلمات بسيطة لماذا خسرتم هذه الخسارة التاريخية؟ من يتحملها؟ ثم كيف تجاوزتوها؟ شوف، إحنا ليه خسرنا؟ لأن الله كاتب أننا نخسر هذا شيء متفقين عليه كان الفريق كامل ما نقدر نقول أنه كان في عندها نقص أو شيء لكن كان فيه ثلاثة أربع أخطاء صارت من اللاعبين والمدافعين بالتحديد تسببت في دخول أربع أهداف بشكل لا يصدق لو تقول تحمل اللاعبين تحمل مدرب، تحمل إدارة لا، الجميع يتحمل أولهم أنا الجميع يتحمل هذه خسارة لازم تحصل وممكن تحصل لأي منتخب وأي نادي على مستوى العالم صحيح، صحيح في يوم تخسر في الأسبوع الخامس أو السادس هذا يعتبر شيء مفيد إذا تجاوزته وشيء مزعج إذا ما قدرت تجاوزه وعشت في نفس الدائرة طيب ترجمة نانسي قنقر